أكدت نائبة المتحدة باسم وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون سابرينا سينج أن واشنطن لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بدون خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية لا ترى حتى الآن أي خطة وقالت سينج إن بلادها لا تزال توفر لإسرائيل ما تحتاجه من مساعدات ولم يتم إيقاف شحنات الأسلحة سوى شحنة واحدة فقط لافتة إلى أن واشنطن ترغب في أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين هذا وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على تمرير مشروع قانون يقوده الحزب الجمهورية لمنع الرئيس جو بايدن من تعليق إرسال أسلحة إلى إسرائيل